والحديث اكثر عن قرار مجلس النواب وما يتصل به من احداث وجدل ينضم الينا عبر الهاتف النائب حسين الحرسيس اهلا بك سعاد النائب يعني تجميد ثم فصل عضو في مجلس النواب باغلبية كبيرة الى ماذا يؤشر قرار المجلس لهذا اليوم الله يمسيك بالخير سيدي انت و جميع المشاهدين و ضيوفك الكرام سيدي انا بدي احكي شغلة تضل انت فلشت قلت هاي الاغلبية نعم الاغلبية عم تحكي عن مجلس النواب كنت خل من الشعب صحيح هاي اغلبية والسواد العرب في الشعب الاردني هذول الناس النواب اللي بيمسلوا مؤظم اطياف الشعب الاردني او كل اطياف الشعب الاردني بأشاقره وضواديه ومدنه وقراءه ومخيماته هذا نبدل الاردن وحدثنا الوطنية الهاشميين القيادة اللحمة الالفة المودة نعم الخطاب المسموم هذا احنا امرنا ما اسمعنا نعم احنا ممكن نسمعه من ناس معادين للبلد اما مننا وفينا والله هي يعني هاي جديدة علينا ومن نائب من تحت القبة مش صح هذا الكلام لذلك رفض المجلس رفض قاطع وواضح وصريح على لسان رئيس المجلس وكان يتكلم بلسان جميع النواب انه احنا لا يمكن انه نقبل يكون هذا الحديث نابع منه طيب الحكومة الحكومة حذرت من المس بصلب الثوابت والمرتكزات الدستورية والادبيات المتوارثة يعني كيف تقرأ هذه النشاطات التي وصفتها الحكومة بالتحريضية سيدي الاستغلال الخطاب يعني واضح انا بدعو الكل يرجع لكل الفيديوهات اللي عن النائب اسامة العجال نعم كلها فيديوهات تحريضية مشوهة مش صحيحة انت لما بتيجي بتحكي عن اليمين الاردني اليمين اليمين يعني التطرف الاردني ترجع بعدين تحكي عن الوحدة الوطنية وعن فلسطين نعم يعني فسر لي اياها بعدين تيجي بتقول لي زحف العشائر على عمانه ليش شو فيها عمان اي عمان محتلة زحف العشائر ليش على عمان ليش عمان مش فيها اهلها اهل عمان سكان عمان عشائر عمان هو تكلم عن زحف العشائر الى الحدود على عمان سيدي ارجع لخطابه ورد اورد غيرها زحف المتقاعدين الاسكريين باللباس العسكري ومعنى باللباس العسكري يعني اعلان الحرب برضو على عمان نعم هذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا اثنين استخدام استخدام اسم القبيلة قبيلة عزرمة صبيان الصباح هذول اهلنا اهل العشائر هذول عشيرة بنفتخر فيها اهلنا وقرائبنا وخوالنا طيب كيف تنظر الى الزج بالمكون بالمكون العشائري في هذه القضية ومرافقها من تدعيات زي باقي عشائر الاردن من مكونات الوطن من اعملت الوطن ترجع بتقول بدي ابني بيت الاعز كل عشيرة تيجي ترفع واسب بيتها ليش العشيرة اللي ما بتيجي ترفع واسب بيتها ما عندها واسب بيت عشائر الاردن مرفوع واسب بيتها من قبل الامارة سيدي هاي العشائر اللي هي مكونات الدولة ما بصير انت اليوم تنصب حالك وتحكي باسم كل العشائر وكل مكونات الاردن بحديث مسموم وبتتعدى بالتطاول على رمزية الدولة وعلى قيادتنا وعلى سيدنا ابو حسين اللي بنفديه بدماءنا وارواحنا هذا الكلام مرفوض جملة تفصيلا وبترس كمان سمومك ببارح فيديو كل الاردن شافته اللي ما بديه يشوفه هو قاعد بين جرايبه وبين الشباب بيقول نزلوا على الفيسبوك انه انا مضخوخ واسعفوني وطلعوني من سيارات جوال مش مصبوطة اشكرك ليش قاعد بتلعب مشاعر الناس النائب حسين الحراسيس كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك